هذا وقد توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تفكيرية مع عدد من رؤساء الحكومات والوزراء ومحافظي البنوك المركزية الأفريقية مع انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستراد بالعاصمة الإدارية بعنوان تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية في حقبة ما بعد جائحة كورونا والاستفادة من قوة الشباب والتي تعقد بحضور فعلي للمرة الأولى منذ إقامتها عام 2019 الاجتماعات التي ينظمها البنك المركزي بالتعاون مع البنك الإفريقي يشارك بها أكثر من ألفين شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفعة المستوى وبحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة وممثل المنظمات الدولية والإقليمية نحن هنا لدعم التحضيرات والاجتماعات لإحراز تقدما بمشروعات واتفاقيات التجارة الحرة بأفريقيا والاتفاق على دعم النهضة الأفريقية الواعدة من أجل أفريقيا واحدة وسوق واحد لندعم ونشجع الشعوب والدول للمشاركة في الاستفادة التجارية والمالية في سوق واحد إننا نستطيع حاليا التداول على العملات الأفريقية فيما يتعلق بالتجارة الأفريقية وتحقيق استثمارات كما استطعنا تقديم حلول للكثير من المشكلات الاقتصادية بالدول الأفريقية وعلينا أن نحصد ثمار تكامل دول القارة يعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا تعني بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج القارة ويعمل على ابتكار حلول تمولية لدعم وتسريع التصنيع والتجارة من أجل تعزيز التوسع الاقتصادي القارية